دشنت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة ماري بالعام التدريب والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024 بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريع ركن الصغير بن عزيز وفي كلمة ألقاها خلال التدشين نقل رئيس هيئة الأركان العامة إلى ضباط وصف ضباط وجنود المنطقة العسكرية الثالثة نقل تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وخاطب الجميع بقوله اليمن في أعناقنا ولهذا يجب أن نعمل من أجل هذه الأمانة على أكمل وجه لافتا إلى أن أعداء اليمن كثر وأهمهم ميليشيا الحوث الإرهابية ومن ورائها إيران الذين أوصلوا اليمن إلى هذه المرحلة من الحرب والعبت والدمار وأن على أبطال الجيش الوطني أن يكونوا على مستوى ظن القيادة والشعب في الغيام بالواجبات على أكمل وجه في تطهير اليمن من تنظيم جماعة الحوث الإرهابي وكل من يدعمه ومن جهته قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة الواردوك المنصور ثوابة قال إن تدشين العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي لهذا العام 2024 يأتي بمنجزات نوعية حققها الجيش اليمني تمثلت في جوانب الانتقال بالمؤسسة العسكرية إلى أعلى مستويات التنظيم والتكامل والتنسيق واستكمال بناء وحدات متخصصة مجهزة ومدربة على استخدام الطيران المسير والصواريخ الموجهة في تطور نوعي ومواكب لمستجدات الوضع سيسهم فعليا في تغيير معادلة المعركة وفي تسريع تعييق الانتصار الشامل والساحق على ميليشيا الحوت الإرهابية التابعة لإيران وكافة قوى الإرهاب والتطرف المتربصة بأمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها وشاهد الحفل عرضا عسكريا ربزيا عكس مستوى القدرات والمهارات التي يتمتع بها منتسب المنطقة العسكرية الثالثة وجاهزيتهم العالية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار شكرا